حركة الناشطة تشهدها جميع المقرات الرئاسية حيث تتكثف الاتصالات بين جميع الأفريقاء للتوصل إلى صيغة للبيان الحكومي الذي سيخرج عن جلسة مجلس الوزراء والتي يصر الرئيس الجمهورية مشيل عون على أن تصدر بيانها قبل توجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى باريس للمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان الذي سيتم التأكيد خلاله على أهمية الاستقرار الأمني في البلاد وأكدت مصادر مطلعة لتلفزيون المستقبل أن لاسلبيات تعيق الصيغة النهائية التي توضع عليها اللمسات الأخيرة مشيرة إلى أنه لا داعي للقلق وأن الأمور تتبلور بشكل إيجابي للخروج بصيغة ترضي الجميع إلا أن التأخير يأتي من بعض الأفريقاء الذين يطالبون بتفسيرات لموضوع نأي بالنفس عن سراعات المنطقة وكيفية صياغة هذا الأمر في البيان إضافة إلى تضمين البيان لكيفية عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وبحسب المصادر فإن التريث في مسألة الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء يأتي في سياق الانتظار لبلورات نهائية للصيغة والتي ينشط على خطها وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري وذلك لمواكبة بعض التطورات الإقليمية لسيما ما سيصدر عن القمة الخليجية التي تعقد في الكويت ترجمة نانسي قنقر